رغم الاعتداءات التي ارتكبها تنظيم داعش العام الماضي، غير أن عدد الاعتداءات الإرهابية في العالم انخفض مقارنة مع الأعوام السابقة بحسب تقرير سنوي للخارجية الأمريكية. التقرير أوضح أن داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً وشن هجمات مدمرة في فرنسا وبلجيكا ولبنان وتركيا، إلا أن الانخفاض عائد لتراجع العنف في باكستان والعراق ونيجيريا. وبحسب الأرقام، فقد تم تسجيل نحو ألف هجوم إرهابي شهرياً عام 2015، أوقعت نحو ثلاثة ألاف قتيل. العدد الإجمالي للهجمات الإرهابية عام 2015 انخفض بنسبة 13% مقارنة بعام 2014، كما انخفض عدد القتل الناتج عنها بنسبة 14% مقارنة بالعام ذاته. التقرير أكد أيضاً أن طهران تدعم الإرهاب وجماعات إرهابية كحزب الله اللبناني، وأكدت واشنطن تصنيف إيران وسوريا والسودان كدول داعمة للإرهاب. الوجود الإيراني ودعم طهران للجماعات التي قد تكون منخرطة في تسهيل أو تخطيط أي أعمال إرهابية هو هاجس مستمر بالنسبة لنا، ولكنني لا أعتقد أننا شهدنا أي تطور في حجم هذا النشاط الإيراني خلال العام الماضي، ولكنه أمر يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لنا. التقرير شدد كذلك على أن الخطر الإرهابي واصل التمدد عام 2015 ليصبح أكثر شمولية، واعتبر تنظيم داعش الأكثر خطراً بسبب توسعه عبر فروع تبايعه. وإذا كانت مساحة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق قد تقلصت، فأنه بالمقابل وسع سيطرته في ليبيا وفي فرعه في سيناء بمصر، وفقاً للتقرير الأمريكي.